أسألك مرة تانية هل صحيح أن اهتمامك ودراستك في الفلسفة أثرت على شخصيتك لأنك تتحدث كثيرا عن لعبك لأدوار الشخصيات المعقدة لكن الفنان يجب أن يلعب كل شخصيات يجب أن يلعب أدوار كوميدية، أدوار تراجيدية، ميلو دراما ما رأيك سيد محي؟ ستة كل، ستة كل، ستة كل فضيلة باش، آكلة البوغاش، أي رأيك أولا نعمل أدوار كثيرة جدا من هذا القبيل لما تشوف فيلم، لا، لا، فضيلة باش، آكلة البوغاش أولا لما تشوف فيلم الكوميدان حتلاقيني كوميدي اللي هربات أنا والهام شاهين كونيدي يعني عمل أفلام كثيرة لايته خفيفة وحلو إلى جانب فيه 14 مسلسل موجودين حاولوا تشوفيهم إلى جانب خمس مصرحيات كوميدي حاولوا تطلعي تاريخي موجود تاريخك صدقني نحن درسنا تاريخك ولكن البرنامج مدته أنت عارف أقل من نصف ساعة يعني من الصعب أن نتحدث عن عبقرية محي إسماعيل صح أو لا؟ طيب طبعا قدامكم ساعات وساعات طيب بما أنه أنت عندك حس كوميدي يا أستاذ محي عندك حس كوميدي عالي لماذا لا نرى هذا الجانب؟ كل أمر كوميدي وهذا واضح جدا في كل مقابلاتك التليفزيونية إن شاء الله السنة دي يا ست الكل يا فضيلة باش أسمعين لو سمحت تفضل السنة دي إن شاء الله هتشوفيني في فيلم كوميدي بعدها فيلم كوميدي ومن تعليفي قصة وسيناريو وحوار وأغاني إيه رأيك؟ ومين يغني؟ سطرين هذا قريبا أنا اللي هغني لا وحتى صوتك كان جميل يعني؟ أيوة أنا اللي هغني أيوة أغاني الستتيف ولازم أغني أغني طرب دي أول مرة نسمع محي إسماعيل يتحدث عن إمكانية إمكانية لعبه دور يقوم فيه بالأداء الغنائي على الأقل يا زيت كلنا نعمل مصرحياتي كلها فاغنا لما شوفي مصرحيات بيعيني اللي هو هتلاقيني بغني أنا أنا ولا حد يفاهم إلا أنا بحلف ليكون بيزمتي وبكل أفرد أسرتي حتشوفوا عزي في دونيتي ما حد يشافوا إلا أنا 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 ولا حد يفاهم إلا أنا أنتوا بتفرجيش ولا إي أنا زعلان منك أخد بقشة عشان هنسأ يعني أنا أحاول أتمالك نفسي معك لأنه راح تخرجني من الدور اللي مفروض ألعبه في البرنامج مش هتعرفي تعملي حاجة معايا طيب أنا طلبت منك كل أسلة الاستفزاز تتسأليها استفزيني بس أنت شكلت بتغطي يعني أنت ممثل تعرف تغطي طريقة استفزازي ليك من الواضح جدا يستاذ محيط لا أنا مش ممثل لا أنا مش ممثل كلمة دي عيب أنا عبقاري شكرا